النهاردة مثلا حصل وقعة قريبة جدا 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 وقعة من كل الناس تريند الناس كلها بتتكلم عليها الولد صديقنا او زملنا بتاع اليوم السابع بيعمل لايف بالتليفون بتاعه على الدائري او على الشغل واحد ماشي من الجماعة اللصوص اللي هم بتوع المسيكولات اهو الراجل راح جاي خاطف منه التليفون الولد كان بيعمل لايف زملنا كان بيعمل لايف فسبحان الله يعني ربنا ستره كتير والنهاردة ربنا ازال ستره من على هذا اللص خاد التليفون والبس اللايف شغال كل العالم شافه تخيل يعني ده حرامي على الهواء مباشرة ده اهو ده اللي قدامنا اللقطة دي بعيدا عن التفاصيل بقى والهزار وغيرت طبعا الداخلية ابرد عليه فورا تتبعه مكانه وتحرياته جابه جابه مكانه بسرعة واشركائه يعني شكر للداخلية طبعا على هذا العمل السريع والعاجل لكن بقول تاني شايفين الراجل اللقطة دي اه دي بقى عاكت عايزة فيلم واحد هل جال بخاطر الكتاب انه يجيب اللقطة زي دي واحد حرامي ويطلع والدنيا كلها تشوفه على الهواء مباشرة تم بهذا الشكل كان ممكن ينسج منها قصة يعني واحد لو فاضي يقعد يكتب قصص ويكتب هيعمل حاجات يعني ده فيلم نفسه ده بقى زي محمود عبدالعزيز في الكتكاتر فالي نفس القصة اللي انا بطلوبه بطلب من الكتاب وسعه لأفق شوي فك الصواميل شوي واطلع انا مش عايزين نسايس الموضوع نقول انه ده اهانة ليه المياجري في مصر مصر لا فيلم يقصر فيها ولا عشر افلام يقصروا فيها اللي بيحصل على ارض الواقع في مصر ابلغ من كل الافلام وابلغ من كل المسلسلات واللي ما بيشوفشه من الغربال يبقى اعمى دمتم فأمان الله